نذهب للمتابعة والقراءة من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القائرة الإخبارية ينضم إلينا الآن يوسف تابعنا على مدار النهار عمليات استهداف إسرائيلية ربما كانت بجوار مجمع ناصر الطبي تم استهداف عمارات سكنية بشكل محدد حصيلت هذا اليوم من الاستهدافات والاستشهاد وأعداد الضحايا والإصابات حتى اللحظة نعم ياسر الاعتداد الإسرائيلية تواصلت على مختلف محافظات القطاع في غضون الساعات الأخيرة لكن الأبرز هو أن الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بدأ عملية عسكرية برية في المنطقة التي لم تتوغل فيها الآليات الإسرائيلية في مدينة رفح وهي حي النصر الواقعة إلى الشمال الشرقي من المدينة هي فقط البقعة الجغرافية التي لم تتوغل بها الآليات الإسرائيلية تقدمت من منطقة الشوكة تجاوزت شارع صلاح الدين وباتت عند الأطراف الشرقية لمنطقة حي النصر وتحديدا ما تعرف بمنطقة أبو الحصين وهناك قد حوصر بعض الفلسطينيين والذين فوجئوا بتقدم الآليات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة في مدينة رفح سجل في الساعات الأخيرة تراجعا وإعادة تموضع للآليات الإسرائيلية من المناطق التي كانت قد توغلت فيها وتحديدا أحياء تل السلطان ومنطقة السعودي وحتى في منطقة الشبورة الآليات الإسرائيلية انسحبت باتجاه المنطقة الجنوبية من المدينة وتحديدا على طول محور صلاح الدين الذي يسميها الاحتلال الإسرائيلي بمحور فلاديلفيا هذا الانسحاب سمح لسيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني بالدخول إلى هناك وانتشال جثامين عشرة شهداء على الأقل خلال نهار أمس الخميس لكن الجديد في هذا اليوم هو أن الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته التي استهدفت منازل ومؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروى في محافظة غزة قرابة سبعة عشر شهيد في محافظة غزة لوحدها جراء سلسلة من الغارات التي استهدفت مدرستين فيهما العشرات بل المئات من النازحين وهذا القصف أصفر عن استشهاد خمسة نازحين في إحدى المدارس وادعى الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المدارس تستخدم من قبل مسلحين تابعين للفصائل الفلسطينية إضافة إلى ذلك استهدفت الطائرات الحربية منازل في منطقة التفاح شرق مدينة غزة وفي منطقة الصبر إلى الجنوب من المدينة كذلك كانت هناك غارات عند دوار المالية غرب مدينة غزة كل ذلك جرى بالتوازي مع استمرار العملية البرية التي تشهدها أحياء الشجاعية وهي أقصى المناطق الشرقية من مدينة غزة وهناك تدور اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي اعترف خلال الساعات الأخيرة بمقتل أحد ضباطه خلال هذه الاشتباكات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة وفي هذه الأثناء تقوم المدفعية الإسرائيلية باستهداف المناطق الشمالية والشمالية الغربية من منطقة بلدة بيت لاهيا كما استهدفت أيضا المناطق الشرقية من جباليا وهو الأمر الذي أصفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين وفق مصادر محلية فلسطينية في المحافظة الوسطى وتحديدا في مخيم النصيرات استشهد أربعة فلسطينيين جراء غارات استهدفت أقصى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المخيم إضافة إلى ذلك في هذا التوقيت أيضا جددت المدفعية الإسرائيلية إطلاق عدد من قذائفها صوباء المناطق الشمالية من مخيمي لبريج ومخيم النصيرات هنا في خان يونس حيث نتواجد اليوم أغار الطيران الإسرائيلي على دراجة نارية في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس وهي تعرف بمنطقة الشيخ ناصر هذا القصف أسفر عن استشهاد مواطنين وصل أشلاء ممزقة إلى مشفى ناصر الطبي حيث نتواجد أما فيما يتعلق بالقصف الذي جرى في محيط مشفى ناصر كان قبل قرابة 24 ساعة أخطر ما في ذلك القصف أنه كان استهداف لمنزل ملاسق تماما لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروة وقد جرى قصفهم من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من صاروخ ودون أي تحذير مسبق للنازحين في هذه المدارس لذا أصيب عدد منهم وقد نقلوا جميعا إلى مشفى ناصر بمدينة خان يونس إذن يوسف من خلال وصفك هذا لا يمكن ولا نستطيع أن نرصد أن تغيرا ما بأي شكل من أشكال في عمليات الاستهدافات الإسرائيلية قد حدث ارتباطا بالتحرك الحاصل الآن فيما تصل بموضوع الهدنة وحديث عن قرب أو ربما حالة الأمر فهذا لم يؤثر إذن كما هو واضح على سير العمليات كما أشرت لأنه خريطة الاستهدافات كما أشرت أنت يعني لا تعكس جديدا يعني كل يوم هي هذه نفس الأماكن التي تم استهدافها وبالتالي لا أثر لهذه الأخبار التي فيها انفراجة على الوضع على الأرض في الحقيقة ياسر نحن كإعلاميين نعمل في الأراضي الفلسطينية ما رصدناه منذ الحديث الإسرائيلي عن التقدم في ملف المفاوضات بعد الرد الذي قدمته حركة حماس هو مزيد من التصعيد نحن نتحدث عن استهدافات دقيقة كما يقول الاحتلال الإسرائيلي لمنازل مدنيين ودون سابق انذار نتحدث عن استهداف ممنهج باته في الأسبوع الأخير لمراكز الإيواء والذريعة حاضرة دائما أن مسلحين كانوا في داخل هذه المدرسة وهو أمر لم تثبته بالصورة قوات الاحتلال الإسرائيلي وأنها اكتفت دائما بتصريحات تقدمها عقبة كل مجزرة تقترفها بحق المدنيين في مراكز الإيواء الذي رصدناه أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول على ما يبدو أن يسوق للمجتمع الدولي أنه ثمت جهود حقيقية تبدل في سبيل وقف إطلاق النار لكن ما يجري في الميدان مخالف لذلك تماما الاحتلال يعمق عملياته في بعض المناطق في قطاع غزة واليوم تشير صحيفتها أردس العبرية إلى أن الجيش يسيطر الآن على 26% من مساحة قطاع غزة أي أننا نتحدث عن أكثر من ربع مساحة القطاع يسيطر عليها الجيش في محور نتساريم وفي منطقة فلادلفيا وعلى طول السياج الشائك في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية من قطاع غزة ويحاول الاحتلال أن يقيم قواعد عسكرية هناك البعض يقول أنها قد تكون توطئة لاستيطان يدعو إليه بنكفير واسموتريتش وهم أقطاب التطرف في الحكومة الإسرائيلية لذلك المتغيرات على الأرض لا تشي على الإطلاق بأن هناك تقدما يجري في ملف المفاوضات المتعلقة بإمبرامي سفقة بموجبها تنتهي هذه الحرب ولكن على خلاف ما يثيره الإعلام العبري عن أن هناك ردا إيجابيا فإن الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد الجيش الإسرائيلي ماض في هذه العملية وهو يوسع نطاقاتها الجغرافية وينتقل الآن في هذا التوقيت من المناطق الجنوبية لمدينة رفح إلى أقصى الشمال الشرقي من المدينة أشكرك شكرا جزيلا زميل يوسف أبوكويك مراسل القيرة الإخبارية من خان يونس لكل هذه الإضاحات شكرا لك